من رام الله ينضم إلينا أشرف العجرمي الباحث في الشؤون الإسرائيلية سيد أشرف إذا كان بنيمين نتنياو مازال يتمتع بمثل هذه الشعبية وأيضا هذه القدرات لماذا يفشل في تشكيل الحكومة خلال الفترة الأخيرة؟ أولا لأن الكتلة اليمينية التي يمثلها نندنياو يتزعمها لم تحصل على أغلبية في الكنيسة الإسرائيلية وهو فشل لمرتين ولهذا السبب ربما يكون هناك دافع لتغيير نتنياو على مستوى رئاسة اليكود لأنه فشل في الانتخابات مرتين متتاليتين ولا يوجد على ما يبدو حظوظ أن ينجح بشكل كبير في المرة القادمة ولكن المؤشرات تقول أن شعبيته داخل الحزب ترجح بأنه سيكون الفائز أيضا هذا صحيح حتى الآن كل الاستطلاعات الداخلية تقول أن نتنياو سيفوز في زعامة حزب اليكود السبب الأول أنه يستطيع تجميع اليمين الإسرائيلي واستطاع الصمود في السلطة في الحكومة لمدة عشر سنوات متتالية وثانيا لأن جزء كبير من شعبية نتنياو مبنية على اليهود من أصول شرقية وهؤلاء يقدسون الزعيم وبالتالي التمرد على الزعيم ومنافسة الزعيم في مثل هذه الظروف يعتبر نوع من الخيانة وهذا ما وجه إلى خصمه قدع سعار لدى أوصات كبيرة من الليكود يعتبر أنه يتحدى نتنياو في الوقت الذي يتعرض نتنياو لمؤامرة للإطاحة به والإطاحة بحكم اليمين وبالتالي أيضا هناك عقلية ونفسية مغايرة لجمهور الليكود بالمقارنة مع الكثير من الإسرائيليين ولكن كيف لو أن يخرج من دائرة عدم حسم الانتخابات البرلمانية لأن هناك أيضا تقارير وإحصاءات تشير إلى أنه يمكن أن تتكرر نفس النتائج في الانتخابات القادمة في مارس لا يوجد لنتنياو أي سبيل أو وسيلة للحصول على دعم كبير من الجمهور الإسرائيلي بالرغم من أنه لا يوجد أيضا من يستطيع أن يضع تصورات نهائية لما يمكن أن تسفر عند الانتخابات القادمة في الثاني من شهر مارس ولكن نتنياو فشل مرتين على نفس الوعود هو وعد قبل الانتخابات الأخيرة بضعم غور الأردن وفرض القانون الإسرائيل على المستوطنات وكل ما يعني أوتي من شعارات وقوة وأيضا دعم أمريكي هو لم ينجح وبالتالي لا يوجد لدى نتنياو في حوزته مع أنه يتهم بأنه الساحر أي شيء جديد يمكن أن يضعه على الطاولة ويحصل في طاره على الدعم نتنياو الآن أضعف من أي وقت مضى خصوصا بعد تقديم ثلاث لواء اعتهم ضده على قضايا الفساد والرشوة وخيانة الأمانة وبالتالي أيضا وضعه أصبح صعبا أمام الجمهور الإسرائيلي وسيتخذ هذا الموضوع كوسيلة للتحريط ضده في الانتخابات القادمة من قبل خصومه وخاصة تكتل أزرق أبيض وبالتالي فرص نتنياو والليكود بالحصول على أغلبية هو وتكتل اليمين بأكثر من 61 مقعدا تكاد تكون ضئيلة أو معدومة سيد أشرف العجرمي الباحث في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من رمالله شكرا لك